أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من الأهلي الليلة نتكلم مع حضراتكم في كل الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي بشكل خاص وكرة القدم والدوري المصري بشكل عام إن شاء الله يكون معايا بعد الفقرة الأولى كابتن عمر الحديدة هنتكلم معاه عن فوز النادي الأهلي في أولى لقاءاته في الدوري العام أمان نادي يسموه بهدف مقابل للشيء فوز مهم جدا بنبارك لكل جمهور النادي الأهلي على الفوز الأول في بطولة الدوري فوز مهم أمام منافس قوي سموحة فريق محترم نادي الأهلي خرج بهدف مقابل للشيء لكن طبعا كلنا أخذنا بالنا من الروتيشن اللي حصل في الفريق بداية من المباراة الأفريقية بعدها مباراة السوبر أيضا مباراة سموحة وبالتالي واضح إن المدير الفني عنده فكر جاي يطبقه وبالتالي لن يعتمد على الفكر اللي كان موجود قبليه ولن يعتمد على السمع هيشوف كل لها قدراته وإمكانياته يقدر يوظفها بالشكل اللي بيليء والشكل اللي يتناسب مع إمكانياته فوز مهم جدا زي ما قلت لحضراتكم وفوز التاني على التوالي فوز في بطولة السوبر واعتبر الفوز الأول في البطولات المحلية وأيضا فوز في أول مباراة في الدوري وبالتالي زي الموسم الماضي ما شفنا أول لقائين الأهلي تعادل فيهم ده فوزين وده مؤشر جيد جدا مع مدير فني مفروض أنه هو بقاله فترة قصيرة جدا مع الفريق مكسب بيجيب مكسب ثقة بتجيب ثقة وبالتالي ثقة الناد الأهلي دايما في بطولة الدوري هو الهدف الأول هو التركيز وحظ الثلاث نقاط بعد كده أكيد الأداء هيجي بمباراة بعد المباراة محدش أبدا ينكر الشكل اللي الأهلي لعب به ولا الجمل التكتيكية ماروان محسن لما كان موجود لحد ما طلع كان لي دور كبير جدا وهو عمق هجوم للناد الأهلي علشان الناد الأهلي يعتمد عليه في محطة قوي جدا وده اللي احنا شفناه في الهدف الأول هدف الأول كانت جملة ما بين رمضان وماروان وقدر أن ماروان ياخد فيها اتنين لعيبة عشان يصنع هدف لرمضان صبحي رمضان ممكن حد يقول أنه هو فيلر طور أداء رمضان أقول لكم هو مش طور أداء رمضان هو حرر رمضان من القيود اللي كانت موجودة عليه الدالة الحرية أكتر والدالة الثقة أكتر وتكلم معاه عن الفينيشنج أو حاول أنه هو يطور في الجزء الأهم كان ينقص رمضان وهو الفينيشنج الأخير على المارمى زي ما احنا شفنا كان بكل هدوء قدر أنه يعمل من فوق حارس المارمى الهاني سليمان علشان يحرز الهدف الأول نادي الأهلي أكيد شفنا تغيير في قلباي الدفاع بسبب غياب متولي وياسر للإصابات والإجهاد شفنا أيمن أشرف ورامي ربيع الاتنين بيقدوا أكيد بشكل رائع جدا لكن خلينا نتكلم أن في حالة تغيير المداربين والحمل البدني أكيد هيحصل بعض الإجهاد أكيد هيحصل ممكن بعض الإصابات الطفيفة وده اللي خلى مستر فيلر يعمل شوية تروتيشن غياب أحمد فاتحي النهاردة أحمد فاتحي أكيد لعب مهم جدا أو أحد أهم اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي وغيابه عن المباراة بسبب أن مستر فيلر عارف أن الإمكانيات البدنية لدى أحمد فاتحي لابد أن يدخلها بشكل صحيح أحمد فاتحي لو لعب النهاردة أكيد هيلعب المباراة كلها بسم الله ما شاء الله ويقدر يؤدي لكن ليه بقى نرجع نشتكي ونرجع يكون عندنا إجهاد ونتحرب من مباراة مميزة أو قوية وبالتالي عملية الروتيشن بتريح اللعيبة وبتدي اللعيبة راحة لأطول فترة ممكنة ده اللي حصل فيه لقاء السوبر ده اللي حصل فيه لقاء السموحة لكن تخلوا حضراتكم من إحنا حتى بعد الإجهاد اللي حضراتكم شوفتوه ده الأهلي حتى وهو بدنيا مش مية في المية ما فيش ولا هجم خطرة غير ممكن تكون كرة واحدة اللي كانت من محمود عزة ضربة ركنية أو من كرة ثابتة وبالتالي هي دي الكرة الوحيدة الخطرة لكن غير كده ما فيش أبدا كرات خطرة على مرمى النادي الأهلي يعني ممكن على استحياء بتكلم على تسعين دقيقة ممكن كرة كرتين بكتير قوي علشان كده بقول لحضراتكم إن النادي الأهلي حتى هو بدنيا مش مية في المية لا بيرجع نص ملعبه بينزل تحته كورة بيدافع بشكل كويس جدا الأهلي الخطورة عليه انت كانت تكون معدومة علشان كده بقول لحضراتكم إن انت وانت كسبان وانت بدنيا واقع ممكن إن انت تعرف تتحكم في مجريات الأمور بدنيا هتعلق طبعا هتعلق مع الوقت طبعا مع الوقت لكن محتاجين ضغط المتشاط ضغط المباراة قمة أمام نادي الزمالك ووجود جمهور وأول مباراة تكون موجودة بقال فترة قدام جمهور خمس تلاف وخمس تلاف حتى لو بنتكلم في الفين و الفين فيها في الأول في الأخر مباراة قمة الضغوط اللي موجودة على الفريقين الأهلي بطل الدوري وبالتالي مش عايز يفرض في لقب الصفر الزمالك خسرا بطولة الدوري عايز صالح جمهوره بلقب الصفر وبالتالي ضغطات اللي كانت موجودة في الماتش التغيير ووجود أجاية في الماتش الزمالك واحنا اتفاجئنا بوجود ماراون طب هل وجود أجاية في ماتش الزمالك كان ليه هدف طبعا كان ليه هدف ووجود أيضا ماراون محسن في البداية نهار ديه هدف طبعا ليه هدف الهدف زي ما قلت لحضراتكم العمق الهجومي للنادي الآلي في دفاعات نادي يسموحها وده اللي نجح فيه هتقولي فيه جمة تاكتكية هقولك اه الهدف الاول اللي جابه رمضان صبحي ده مش الجملة دي مش صدفة اتقررت مرة او اتنين او تلاتة و النادل ايلي حاول او هجوم النادل ايلي حاول انه يقررها المرة اللي نجحت النادل ايلي سجل منها هدف المرة التانية اللي ما نجحتش اكيد اطاعها الدفاع سموحة لكن واضح ان فيه جمة تاكتكية الراجل بيشتغل عليها وعايز يتبق فيك